السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم فيديو جديد اللي سنوردكم طريقة الولوج لحساب الأسرة للإطلاع على المؤشر الاجتماعي والاقتصادي الخاص بكم أو لطلب تحيين أو لتشطيب حساب تم فتحه بخطأ مثلا فقبل ما بدأوا بالمناسبة دول انستغرام ديالي لديه شيء إشكال مرحبا بيه بدون مقدمة اكتب لي إشكال ديالك انفو نشوف الميساج ديالك فغادي نجاوبك إليه فبعدها تجيديك في سجيل الاجتماعي الموحد سواء عبر إذاع الطالب إلكترونيا أو عبر إذاع الطالب عبر مركز خدمات المواطنية كتوصلوا أن ذاك بوصل إذاع الطالب اللي فيه كلمة المعرور للولوج الحساب الأسرة في حالة ما ضاع منكم الوصل أو كلمة المعرور ما بغتش يعني تشتغل يعني ما عليك إلا تتبع معي الطريقة فهي الطريقة سهلة وبسيطة جدا فكندخل البوابة الإلكترونية للسجيل الاجتماعي الموحد ونضغط على حساب الأسرة الظاهرة في الأعلى اليسار وندخل المعرف الرقمي المدني والاجتماعي ديالك وكلمة المعرور اللي عندي في وصل الإذاع فبنسبة لي ما عندوش وصل الإذاع أو ما بغتش يخدمني كلمة المعرور ما علي إلا يضغط على الحصول على كلمة المعرور بعد ذلك غضي الدخل المعرف الرقمي ديالك وكلمة التحقق الظاهرة في الشاشة وغضي نضغط على تأكيد وبعد ذلك مباشرة توصلنا برامس تحقق الهاتف ديالي او البريد الالكتروني ديالي وقد ندخل كلمة مرور ونعود نأكدها كلمة مرور جديدة فيما يخص كلمة مرور يطلبون مني أن ندير بعد الحرف أنها تكون مجسكول ورموز وكذلك أرقام وإلا فما قد يتقبلك أبقى يعطيك تحت بالحمر حتى تولي بالخضر يعني يتقبلك ذلك الكود ليدر شي جديد وتحت منها قد ندير كلمة تحقق دارف الشاشة وبعد ذلك سنضغط على تأكيد كيف ما كنتشوفوا معي تم تغيير كلمة المرور بنجاح وغاد يرجعيني الصفحة لمقبلها والآن سندخل المعرف الرقمي ديالي وكلمة المرور اللي أنا نشأتها جديدة وغاد ينضغط على تسجيل الدخول وفوالا هذا هي واجهة الحساب ديالي اللي كيظهر ليه يعني راه المؤشر الاجتماعي في الكين وكذلك في القائمة اليمين نقدر نشوف يعني ندير مثلا تشطيب أولا تحيي أو طلب التحين أو الأسفل ممكن أنا نستطيع حساب بزاف كيسول على هاد الأمور هاد ونتمنى أنه سيكون فضل بفديو هادة ولا عندوش إشكلة مرحبة به ونتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته